بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا فيديو وانتم في أحسن الأحوال اليوم غدين هضرو على الحسد والأضرار ديالو وعلى الألم لسي سبب وكيفاش غادي نسحبوه من الجسد لأن الحسد ولي كتير في هذا الوقت ولي الإنسان معرض للحسد بقوة الحسد اللي تأثر على الجسد بقوة تأثر على الصدر حتى درجة أنك تتقولي أنني مريدة بالحسسية أو مريدة بالاختناق يتمركز الحسد في الجسد في الصدر في العينين الزغلل في العينين ألم الرأس بقوة إنسان المحسود توقع لهم مشاكل توقع لهم مشاكل لم يحس تدعو لي فلوس تتأثر إما تعتر عطر خيبة خارج المنزل حتى درجة أنه يقدر يتكسر لي يد أو رجل تحس برأسه بأنه متابع بشخص معين الحسد القوي تدمر كل شي ولكن خسكم تعرفوا الحسد أنه خارج من نفس أمارة بسوء بعد الناس التي تحملوا غير الشر على الناس هذا الزمن التي تنعيشه صعيب أي حاجة شريتها تتكون محسود فيها إذن هنا في نوصل الله والرسول على الكتمان الكتمان أنك تكتم أمورك وما تخليهاش اللي عارفوا أنه يفضل يحسدك ويدرك فيها تكتم عليه أمورك الحاسد تحسدك على النعمة اللي يعطيك الله والحاسد تعطي نفس الحق أنه بغير لعلك هذه الحاجة بغير يحيد لك هذه الحاجة ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك واحد الحاجة ولكن هو يحارب الله لماذا لماذا أعطيته لهذا الشخص هذه الحاجة ولكن الحاسد الحاسد يبقى غير حاسد ولكن تنتعود من شر حاسد إذا حسد إذن الحاسد تبقى غير حاسد الأعراض دي الحسد هما أن الاختناق في مبين المغرب والعشاء تتحسي بحرارة في الجسد ديالك تتحسي بأنك متعبة بزاف بدون سبب تتحسي بأمراض كأنك مريضة جدا ولكن ما عندك حتى مرض الملابس تتقطعو أو تتمزقو تيمشو بلك فلوس ما تتعرفيش من تيمشيو أنك ديما الفلوس ديالك ما عندوش متدري بهم حتى حاجة الحسد يقدر يؤثر عليك في المال يؤثر عليك في الصحة في الأولاد مبينك ومبين الزوج ديالك كينين بعد نساء تطلقو بسبب الحسد الحسد الشديد تأثر على البيت وخليه صداع والمشاكل بدون سبب ولكن هنعطيكم محط صغر البنية اللي غادي تديروها وانتوما غادي غادي تحيدوا العين وغادي تحيدوا الحسد وغادي تحيدوا تتسحر لأن بهذا الصغة لأن هذا الصغة غادي ان شاء الله ترد لك الحسد والصحر والعين وترد لك قلة البركة في البيت تحيد لك صداع والمشاكل في البيت لسبب الحسد او الصحر او العين ولكن تنظرو على الحسد اليوم ولكن هات الصغة اللي غادي نعطيكم هي رائعة اكتر من رائعة مجربة مني لأنها تلولد الى كان جالس من العمل البنت جالسة من العمل المهم ان شاء الله تجريبة حقيقية ب وصفة الحرمل الحرمل للحسد وطرد الحسد الولد لا جالس بدون عمل او البنت بدون زواج او المرأة اللي عند مشاكل المال عند توقيف الحال بسبب الحسد عند اختناق في الصدر عند اختناق في كل الامور ديالها هاد تجريبة تجريبة مني انا تجريبتي مع الحرمل تجريبة ديالي مع الحرمل كان واحد الوقت عندنا توقيف الحال دوم تعليه باستمرار ولكن الطريقة اللي غد نعطيكم غد تحاول تديرها ان شاء الله اول حاجة الحرمل غد نشري ميتسون وخمسين قرام ديال الحرمل بنية بغيت نطرد نقع العوارد اول هم هو الحسد والعين الى كان ولا السحر لابد انسان تتعرض لهذا الحويج المهم هنا احنا اعطينا المشاكل ديال الحسد ولكن بعد احيان كينين الحسد والعين تتشابه العين تتولي التوب بزاف تدوز دموع تتحسي ببكاء شديد تتحسي بخمول اما السحر كأنك عيش الصراع تصارع العين والسحر والحسد بهذا الصغر اللي غادي نعطيكم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخده كتجربة ليا انا ونجحات مع بزاف الناس هاد الوصفة غادي ناخد الحرمل كمية ديال مئتين وخمسين قرام ولكن على نية الطرد هاد اللي قلت العين والحسد والتوابع العين والسحر غادي ان شاء الله في واحد اللي لنكون نقية نكون تقبل الى القبلة غادي نصلي ربعات الركعات هو امام القبلة غادي ان شاء الله نحاول نقرأ الفلق نقرأ الفاتحة في الصلاة الفاتحة وصورة الفلق باش غادي نصلي هادوك ربعات الركعات وغادي ان شاء الله نجلس ونبرك على السجادة ونحاول انني نستغفر ونصلي على الحبيب بالصغل اللي بغيتي وبالعدد اللي بغيتي غادي ناخد ذاك الوعاء اللي حطيت فيه الحرمل غادي نقرأ عليه الفلق نقرأها عدد 51 مرة نقرأ الحرمل عليه 51 مرة الفلق نقرأ صورة الفلق 51 مرة صورة الزلزلة 51 مرة بسم الله الرحمن الرحيم 51 مرة غادي نصلي على الحبيب 51 مرة غادي نقرأ هذه الآية 51 مرة أعود بالله من الشيطان الرجيم هذه الآية من صورة القلم من 51 52 أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم إذن هذه نقرأها بالسبحة 51 مرة إذن بعد ما قريت 51 مرة هذه الصور وهذه الآية الشريفة لإبطال جميع العوارد وغادي إن شاء الله بحول الله غادي ناخد واحد المقلة أو كاسرون كاسرون تكون عندي قديمة ونحط فيها مع الفجر جوج معارق دي الحرمل وغادي نسمي أولادي كاملين تتبخري البيوت مع الفجر وإما مع طلوع الشمش وانتي تتبخري البيت بالكامل يكونوا النوافذ مسدودين ومبعد تحليهم وتقرأي اللهم بطل عن أبنائي فلان ولد فلانة اللهم بطل عن بنتي إذا كانت عندها رمز وجاش أو بغت خدام اللهم بطل عنها الحسد والعين وسخر لها يا ربي بهذه الصور وبهذه الآية الشريفة أن تسخر لها زواج أو عمل الولدي لكان بدون عمل اللهم وسخر له العمل وانتي تتبخري في البيت إن شاء الله وانتي تتبخري في البيت وتتقرأي اللهم بطل عن ابني العين والحسد وإلا ما كانش موجود أي ابن معك في المنزل حاولي أنك تبخري الملابس ديالهم على الأقل الدومي لها مدة أسبوع وغادي تحسي بالفرق غادي تحسي بالفرق فعلا تتغير تتغير الحال من حال إلى حال سبحان الله العظيم وتتبدل أحوال إذن أنتم الوصفة ديروها غير بيقين والحرم الوخي يبقى عندكم حتى الرمدان رائع اللي مريض بخري به اللي عنده مشاكل بخري به اللي عنده حسد بخري به حتى غادي تشوفي إن شاء الله البيان طرد جميع العوارض إذن لا أعجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس أبنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله